موضوع الآيات الكريمة حكم التي يأتي نفاحشة الزنا من النساء مكرر الحفظ من الآية الخامسة عشر إلى الآية السادسة عشر نقرأ الآيات مع التفكر ومع الانتباه الشديد بسم الله الرحمن الرحيم والتي يأتي نفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم والتي يأتي نفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم والتي يأتي نفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا أصحفا حشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما فإن تابا رحيما فإن تابا رحيما